من أغلى كنوز الأمثال المصرية كنز هو النص بتاعه سلبي بيعمل صورة تصويرية كده لشكل منفر ما تحبش أن أنت الكنز ده أو الجملة دي تبقى تنطبق عليه الكنز ده بيقول أو المثل بيقول شابت لحاهم والعقل مجاهم كأن من تجربة الناس كده مع بعض حد بيقول أن في حد العمر جري بيه لغاية ملحيته بيضد لكن ما فيش تناسق ما بين عمره وما بين خبراته عايش السنين بتعدي عليه بس عقله ما بقاش متناسب مع عمره شابت لحاهم ولسه العقل مجاهم والعقل مجاهم والحقيقة أن البني آدم لو عقله وخبرته ماشية مع عمره يبقى إنسان سوي طبيعي لكن لو عقلك سبق عمرك تبقى حكيم والعرب يسمو الشخص اللي عقله متأخر عن عمره يسموه أحمق فاحنا عندنا الأحمق والسوية والحكيم احنا طبعا بندور على الحكيم اللي حياته بتعدي وهو عمال يعمل تراكم للخبرات والعقل بيكبر وبيتكون من كتر تغذيته وبيتغذى العقل على المعلومة والفكرة كل ما الإنسان دخل معلومات ودخل أفكار لعقله طول ما هو بيكبر في حياته العقل عمال يزيد لغاية ما ممكن يسبق عمره فتبقى قاعد معاه قادر تستفيد منه هو بياخد قراراته بيقارن بين البدائل عارف يختار الحاجة اللي ما فيهاش آثار جانبية مهلكة ويعرف يفرق ما بين اللي يحكم بعاطفته ولا يحكم بعقله هذا الشخص مش صاحب المثل النهاردة صاحب المثل النهاردة واحد أهمل تغذية عقله شابت لحاهم والعقل مجاهم وأنا هقولك على حاجة ده ممكن تشوف مثلا أب وأم بيربوا ابنهم بطفولية أكتر من الولد الصغير وبيعندوا وبيتمسكوا بحاجات هم عارفين أنها غلط بس منظرهم قدام الناس والناس هتقول علينا إيه وممكن الولد يفسد بسبب أفكار طفولية عند الأب والأم إيه الحكاية فين خبرات السنين ممكن تلاقي شاب متخرج مثلا عنده عشرين اتنين وعشرين سنة ومش عايز يشتغل عايز يقعد سنتين يليح ليه أصبقى كتير جدا بدرس لأ ده فيه غيرك بيشتغل من أولى كلية تلاقيه تخرج وتبص على عقله بيعرف يتعامل مع مديره تعامل مع زميله بيعرف نظم وقته محاكش بيصحيه أنت كأنك عندك 30 سنة خبرة آما هو بيشتغل شهر في السنة بياخد الأجازة وكل حاجة بس بيشتغل شهر في السنة اديته عقل يسبق سنه ساعات مثلا تلاقي مثلا اتنين متجوزين شباب لسه بقى لهم 6 شهر متجوزين بس خدوا خبرة في مصارفهم فتلاقيهم عملوا إكسال شيت كده وكاتبين فيه كل المصاريف بيشعب بنخرج كما مرة في الشهر ومصاريف الجزار ومصاريف السوبر ماركت بتعمل وانتوا محاسبين لأ دي كلية زراعة هو دكتور طب تعلمتوا الحركة الحسابية دي ازاي من التجربة كأن علشان ما يمدوش ايديهم في وسط الشهر والمرتب يخلص قعدوا يفكروا ازاي ان هما يكون حياتهم اكثر فاعلية الناس دي بتراكم الشهور والسنين بيكبر عقلا وفكرا ورؤيا ولما يحتاج عقله يلاقيه صاحب المثل بقى كنزي النهاردة شابت لحاهم والعقل مجاهم فين المشكلة امت الانسان سنه يكبر وعقله ما يكبرش لو عمل حاجتي لو نظر للأقدار بسطحية انت أحداث حياتك حاول تفكر معاك انت عيشت لوحدك في الدنيا دي وكل حاجة بتحصل هي عبارة عن موقف في قدر من ربنا بيربيك على حاجة وبيكبر عقلك لما تتأمل ربنا مش بيلعب في الدنيا قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون كأن ناس كتير الحدثة اللي ورها لك والفرح اللي احضرته شفت ناس فرحانة والجنازة اللي احضرتها وشفت ناس بتعيط والنجاح اللي انجحته والناس سقفتلك والفشل اللي فشلته عشان تتعلم كل دي إنه كل شيء خلقناه بقدر فالتأمل في الأقدار بعمق ورؤية رسائل ربنا وتدبيره للشؤون بيكبر العقل ما انت بتتعامل مع رب بيدبر لك شؤون حياتك شوف رب العالمين يقول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا بصوا على الأكوان ربنا عامل الأمم المجتهدة ازاي رفعهم والأمم الكسلانة ازاي عايشين تأمل عشان تطبق الكلام ده على نفسك عشان وانت بتكبر في السن حقلك يكبر لكن النظر للأقدار بسطحية بيخلي البني آدم عقله محلك سر وسنه بيكبر شابت لحاهم والعقل ما جاه حاجة تانية اللي بتخلي الإنسان عقله ما يكبرش انكار الاحتياج للعلم عارف فكرة أنا فاهم أنا عارف مش محتاج حد يقولي دواهم كبير قوي إن كل يوم فيه معلومات جيدة في كل حاجة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول مع المحبرة إلى المقبرة هفضل أتعلم تحت إيد المشايخ وكتب لغاية ما روح قبري عشان كده هو إمام أهل السنة عبد الله بن المبارك الإمام الكبير كان عنده ربع تلاف شيخ كان يقولولي انت بتحضر دلوس كتير كده ليه قال لعلي لم أسمع الكلمة التي فيها نجاتي يمكن لسه في حد هيقولي حاجة تفرق جدا في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى لكن أكتر حد شابت لحاهم والعقل ما جاهم هو الشخص اللي بيكبر في السن ولسه عقله ما دلهوش على ربنا وما رجعوش لربنا قال صلى الله عليه وسلم قد أعذر الله إلى امرئ تركه حتى يبلغ الستين رواه البخاري يعني اتعامل معاكل اللي ما يتعملش لو سبنا لغاية ما بقى ستين سنة وبعدين الشخص اللي عنده ستين سنة ده لسه مش واخد باله أن قبل أي خطوة لازم يعرف ربنا راضي ولا مش راضي الفضيل ابن عياض شاف واحد ماشي في الساعة في الشارع قال له كم عمرك قال ستون عاما قال منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله كأنه عمله إدراك كده آه صح أنا من ساعة ما اتولدت ونرايح لربنا فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون فالفضيل عمال يعلي إدراكه يعلي عقله قال هل تعرف معناها قال له لا قال إذا علمت أنك من الله وإليه راجع فاعلم أنك بين يديه مسؤول فهل أعددت لكل سؤال جواب قال ما العمل قال أحسن فيما يأتي يغفر لك ما قد سبق شوف عقل الفضيل ابن عياض لخص الدنيا والأخرة كلها في جملة في 30 ثانية مع واحد كبر له عقله وعلى إدراكه لأن الفضيل ابن عياض شابت لحيته وهو يعني أحكم الحكماء فلو عايزين نستفيد من أمثال أجدادنا شابت لحاهم والعقل مجاهم ركز قوي قوي في أقدارك وانظر لها بعمق المتأمل في حكمة الله وتعلم من كل اللي حواليك عقلك باستمرار هيكبر ترجمة نانسي قنقر